إذن متابعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم وكما تشاهدون الآن أمامكم على يسار الشاشة في هذه الصورة والتي التوقت على هامشي الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة لجامعة الدول العربية والتي شارك فيها وزاري الخارجي المغربي ناصر بوريطة وعلى هامشي هذه القمة ولهذه الاجتماعات التقى السيد ناصر بوريطة مع وزاري الخارجية المصري حيث عقد مباحثات مع نظره المصري وعلى مؤدن أن الصورة هي تلخص كل شيء يأتي أو تأتي هذه المباحثات متابعنا كرام بعد حملة قذرة غبية منحطة من نظام حضرات الجزائر من الذباب الجزائري من الإعلام الجزائري بشأنهم يخلقوا نوع من الأزمة الدبلوماسية ما بين المغرب ومصر لماذا؟ لأن المغرب يستقبل أو يطوروا علاقاته مع إثيوبيا وقلت لكم سابقا على أن العلاقات المغربية الإثيوبيا هي شأن ثنائي لا أحد دخل له فيها وبكل تأكيد المغرب والدبلوماسية ليست الدبلوماسية التي تربط علاقات مع دول ضد في دول أخرى نحن لا نشغل بهذا المنطق بل نشغل بمنطق رازين بمنطق براغماتي بمنطق حاكين فيما يتعلق بالدبلوماسية هذه علاقة الدبلوماسية المغربية تحقق الانتصارات تحقق النتائج بينما الدبلوماسية الجزائرية فاشلة على كل المستويات بداية المنتبعين الكرام سأقرأ لكم بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية والذي يقول ما يل عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون إفريقيا والمغاربة المقيمة بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم الثلاثة بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير في القاهرة جلسة مباحثات ثنائية معمقة مع السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية والصارد الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من توجيهات قائدية البلدين صاحبا جلال الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وأخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئي جمهورية مصر العربية اعتمادا على أواصل الأخوة المتينة التي تجمع قائدين البلدين والشعبين الشقيقين والتضامن الموصول بينهما ووحدة مصرهما وأهدافهما المشاركة واتفق كذلك الوزيران على دعم التنصيق والتشاور بين وزارتين الخارجية ديال البلدين من خلال عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنصيق والتشاور السياسي والاستراتيجي في أقرب الآجال وكذا ثفيف زيارات المسؤولين من الجانبين بهدف ضخ دينامية جديدة في العلاقات علاقة التعاون القائمة ما بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام مشترك عربيا وقاريا وكذلك دوليا إذن كان هذا بيان لوزارة الخارجية المغربية كذلك كان هناك بيان لوزارة الخارجية المصرية ما يهمون هنا منتبعين عن الكلام وهو شوفوا الدبلوماسية المغربية كيفش كترد الدبلوماسية المغربية ما كتردش على الذباب وعلى الحركات القذرة ذي النظام الجزائري بيسبب الشتم المعيور ونحن قوة ضاربة ونحن تقاشر إفريقيا ونحن الصين الإفريقيا ونحن ثالث اقتصاف العالم مدلخوز عبالات لا 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 الدبلوماسية المغربية حينما تشغل كما قلت لكم تشغلوا برازانة ببراغماتيا نضمن المصالح هنا ومصالح هنا لا نرى مصالح هنا في جهاتين ضد جهاتين أخرى هذه معمرة لا تكون في الدبلوماسية لأنك ستخسر الطرفين والدبلوماسية المغربية معمرة لا تشغلت بهذا المنطقة على ذلك اليوم نحن نحقق المكاسب على ذلك اليوم هناك عديد من الدول رغم أنها كانت تعترف سابقا مرتزقة البوليزاريو المغرب أقاما مع هذه العلاقات وأجبرها ليس أجبرها طواعيتا ساحبت الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو بل هناك دول كانت تعترف مرتزقة البوليزاريو وجدت حلات كونسوليات في الأقالم الجنوبية المغربية دبا بالله عليكم إذا كنا نشغلوا بالمنطقة ديالانتقام منطق انتقامي واش هاد الدول اللي كانت تعترف البوليزاريو ساحبت الاعتراف وحلات كونسوليات في الأقالم الجنوبية كنا غاد نقدروا على أننا نستقطبوها ما كنا شهد نقدروا على أننا نستقطبوها لماذا؟ لأن هذه الساعة كنا نزيد من حالة العداء اللي بينه وبينها وهنا كان مسمنيات عديدة لعديد من الدول من بينها دول ملاصقة لجنوب إفريقيا أراكم عارفين جنوب إفريقيا والدول المحيطة بها كانت تكدير فيهم اللي بغاية المغرب استطاع أن يصل لدول ملاصقة لجنوب إفريقيا كانت تعترف البوليزاريو سحبت الاعتراف وجزح للهاتف كونسولية الأقاليم الجنوبية المغربية هذه الدبلوماسيات الرازانة والبراجماتية من أجل ذلك منتبعنا نحن هنا نحن نعزز علاقاتنا مع إثيوبيا نقلب على المصالح ذلك مع إثيوبيا نرى المصلحة ذلك مع هذه الدولة خصوصا أنها دولة مهمة جدا في الشرق الإفريقي لكن هذا لم يكن فيها أن نقوم بتحديد علاقات مع إثيوبيا ضد في مصر كما مرة أحداث كلا مصر وإثيوبيا لديهم مشكلة صحيح نحن لا ندخلها بالمشكلة لنعننا بالمشكلة لم يدعمون هذا لن ندعم هذا لن نعمل هذا لن نعمل المشكلة للمرأسهم نحن نحن نقلقهم على المصالح فمساخة الوالدين حينما رأوا على أن المغرب مشدير علاقات ديبلوماسية وعلاقات عسكرية وأمنية واقتصادية والاستثمارية على كل المستويات ما بين المغرب وإثيوبيا وهذه العلاقة تتنامى ونظام حاضرات الجزائر خايف من أن إثيوبيا تقلب عليهم في قضية صحراء المغربية وغاد تقلب عليهم في قضية صحراء المغربية فأنتظروا هذه المسائل وقال لكي يأتي الموضوء صداع ما بين المغرب ومصر وقالوا بأن المغرب وقعت اتفاقية الدفاع مشارك رأيوا حتى الكذوب صلاحة الأكاديم عندهم بمستوى غابي المغرب آخر مرة وقعت اتفاقية الدفاع مشارك كانت مع موريطانيا في العهد قال له هذا الولدد حينما كان المغرب يدافع عن الأراضي الموريطانية من الهجمات المرتزقة البوليزاريو مدى ذلك لم يوقع المغرب أي اتفاقية الدفاع مشارك مع أي دولة سننجي اليوم في 2024 سننقوم بأتيوبيا بينها نصف أو المساحة القارة كاملة نفجيها ومفجيها في الغرب ومفشرق سننقوم بأتيوبيا بطبيعة الحالة من بين الأمور الغبية اللي كان يروج لها الدباب الإلكتروني الجزائري بإعاز من النظام الجزائري الغبي هناك بطبيعة الحالة في نهاية المطافة الإشاعات كتبقى المصير وها القمامة والمزبلة وبالتالي هذا اللقاء متابعينا الكرام هو يقطع الطريق أمام كل تلك الهرطقات اللي كان يحاول الإعلام الجزائري والأبواق الجزائري على أدنى تنشره في الأيام القليلة الماضية فبالتالي تظهر مجدداً الدبلوماسيا المغربية بمظهر حكيم بمظهر رازين بمظهر الدبلوماسيا اللي هي فعلاً دبلوماسيا ماشي دبلوماسية التبرهيش والسبو الشتم والمعيور والفضائح والشوهة وما إلى ذلك من هذه الأمور الدبلوماسيا المغربية بعيدة كل البعد عن هذه التصرفات فبالتالي متابعينا الكرام هذا اللقاء اللي هو من بين سلسلة من اللقاءات بالمناسبة اللي قدع وزير الخارج المغربين على هامش القمة الوزارية العربية اللي كانت في القاهرة من بين اللقاءات بطابعة الحلقة مع وزير الخارجية المصري كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة ودام المغرب منتصراً بدبلوماسيته بانتصاراته بإنجازاته على المستوى الدبلوماسي التي تصيب النظام الجزائري بالسعار والعويل والنباح المتابعينا الكرام خليوا الأراءة دلكم وتتعليقات دلكم وأراكم في فيديو قادمة من المزيد من التفاصيل لغالبها إلى الله وعشة المملكة المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر